تندر حالة الاغتصاب والعنف الزوجي في بورما أقله بحسب الروايات الرسمية لكن في الواقع لا يزال سوء معاملة النساء متجذرا في البلد لدرجة أنه بات ظاهرة مقبولة في المجتمع الذي يقلل من خطورتها بحسب المحامية والناشطة هلاهلاي في 2011 أسست هذه المحامية مع حوالي عشر من أصدقائها الحقوقيين جمعية لتقديم مساعدة قانونية للفئات الأكثر تهميشا خصوصا النساء أحد الأسباب التي دفعتني لإنشاء هذه الجمعية هو تمكين المرأة إذا عرفت النساء حقوقها ستشعر بكوة أكبر وفي بورما أكبر بلدان جنوب شرق آسيا يتعرض ما لا يقل عن امرأة من كل خمس لسوء المعاملة من جانب الشريك وفق ما بيّن الدراسة الرسمية نشرت عام 2016 كذلك يجري الإبلاغ عن عدد متزايد من حالات الاغتصاب التي تستهدف خصوصا الأطفال لا يزال العنف الأسري مسألة عائلية حتى عند تقديم شكوات تتخذ الشرطة موقفا متفارشا وفي بورما يستخدم الاغتصاب أيضا كسلاح حربي وقد نددت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في 2017 بحصول اعتداءات جنسية ممنهجة من جانب جنود بورميين في حق نساء المسلمات من أقلية الروهينجا ترجمة نانسي قنقر